انما يعمر مساجد الله من آمن به تلك الأمانة العظيمة والشرف الكبير دأب على تحملها ملوك المملكة العربية السعودية منذ الملك عبد العزيز طيب الله ترى وحتى الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الذي يهتم بشؤون الحرمين الشريفين بنفسه وبمساندة عضوضيه ولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله عهد الله لخليله تطخير البيت فكانت ولا تزال نظافة الحرمين الشريفين من أول اهتمامات الرئاسة وعلى مدار الساعة تبقى العيون ساهرة وفرق العمل لا تترك صغيرة ولا كبيرة تطوف بلا كلل لتهيأ المسجدين للزوار والعمار واختصت الرئاسة بمهام عدة من أبرزها العناية بشؤون الأذان والصلوات وجدولة المواقيت بين الآئمة والمؤذنين لتمنحهم المساحة الكافية ليقيموا شعائر الله بقلب خاشع ونفس مطمئن أشهد الله إله 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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد الله إله 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 وكلما ازداد الزحام استبشر منسبوا رئاسة الحرمين الشريفين هنا تبدأ العناية بالحشود والسيطرة على حركة الأفواج وتدفق الحجاج والزوار بدءا من السحات الخارجية ثم الأبواب ثم الممرات بالحرمين لا سيما في المواسم الدينية التي يتوافد فيها الناس من كل أنحاء العالم فتستخدم أحدث التقنيات والخطط والآليات لضمان سيابية حركة وفود الرحمن في الدخول والخروج للتأكد من أمنهم وسلامتهم اشتركوا في القناة كيف لا يكون لهذه البقعة المباركة عناية خاصة تليق بمكانتها عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهي روضة من رياض الجنة هنا خلف كل سارية قصة وأمام كل زاوية يخشع التاريخ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أما قبلة المسلمين فلكل ركن من أركانها اهتمامه الخاص تبدأ بالعناية الفائقة بكسوتها التي تهدى من خادم الحرمين الشريفين كل عام تصنع بالآلات الحديثة والأساليب المتجددة وتستمر العناية بالكعبة المشرفة لتشمل تطيب الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم قبل كل صلاة ترجمة نانسي قنقر موسيقى اشتركوا في القناة ولأن ماء زمزم لما شرب له ولأنه الشراب الطهور الذي منحه الله لهذه الأرض المباركة سخرت الرئاسة كل ما تملك من إمكانيات وتقنيات للعناية بهذه المنحة الربانية ليصل إلى كل زوار بيت الله الحرام بل وإلى كل زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر وتعتني الرئاسة بالمصحف الشريف وتوفره في الحرمين الشريفين بعدة لغات عالمية وكذلك بلغة برايل للمكفوفين وكذلك بلغة برايل للمكفوفين من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما أجمل أن ينطلق طالب العلم من بيت الله المعظم ومن مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدى من منبعه والنور من مطلعه ترجمة نانسي قنقر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يسعى المختصون هنا ليهيوا المنبر للإمام في دقائق معدودة كخلية نحل تعرف جيداً أدوارها حتى لا يحرم الطائفون من ذلك الوقت الذي جمع الفضائل كلها تلك الخطبة التي ينتظرها العالم الإسلامي كل جمعة أصبحت تترجم اليوم ترجمة فورية عبر الأثير لعدة لغات عالمية وكذلك بلغة الإشارة تدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنة في خير يوم طلعت عليه الشمس ومن خير بيت وتسعى الرئاسة بكل طاقاتها لتوفر كل الإمكانيات من وسائل حديثة لتمكن الزائر والحاج والمعتمر من أداء المناسك براحة تامة شكراً للمشاهدة وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة